أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ضرس الهدى مستانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله brothers and sisters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to our series How to recite the Qur'an in the proper way إن شاء الله عز وجل in this video we will take the first page from the third juzo in Surah Al-Baqarah الحمد لله we finished the first juzo and the second juzo and today in this video إن شاء الله we will start the third juzo and we still in Surah Al-Baqarah brothers and sisters before I start I want to ask you to make dua for me إن شاء الله to give me quick recovery إن شاء الله and quick shifa إن شاء الله and to help me إن شاء الله عز وجل to strengthen my voice إن شاء الله to record more and more and post إن شاء الله more videos for you إن شاء الله عز وجل okay and also don't forget please subscribe to the channel and share our channel you know with everyone and now let us start so this is the first page in the third juzo we will start from آية number 253 إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض now تلك الرسل the را is heavy فضلنا فضلنا make sure you pronounce the ضاد okay don't say فضلنا فضلنا and the ضاد here is heavy and the lamb is light so don't make the lamb heavy because of the heavens so the ضاد okay فضلنا then بعضهم the same thing ضاد is heavy عَلَى بَعْض عَلَى بَعْض بَعْض إِض إِض that's how we pronounce the ضاد notice above the ضاد there is meme letters small meme letters right this meme means you have to stop here don't connect this part with the the part with the next part okay just stop here why because of the meaning because of the meaning if you do that the meaning will be different okay now next مِنْهُمَّنْ كَلَّمَ اللَّهِ now مِنْهُمَّ we have meme with meme إِدْغَامٌ شَفَوِي مَنْكَ two seconds إِخْفَاء كَلَّمَ اللَّهِ the meme is light the لَبْضُ الْجَلَالَ is heavy and the هَا is light and حَمْس then وَرَفَعَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتَ وَرَفَعَا the W is light رَا هِبِي فَلَيْتْ عَيْنْ light وَرَفَعَا then بَعْضَهُمْ the same thing ضَاد is heavy دَرَجَاتَ the DAL is light رَا is heavy and the rest of the letters are what are light and the T in the end has hams next وَآتَيْنَا عِيْسَبَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ now وَآتَيْنَا عِيْسَبَ قَلْقَلَا إِنْذَبَا مَرْيَمَ دَرَا is heavy مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَا قَلْقَلَا إِنْذَدَال وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ the qawaf is heavy seen in the end has hams next وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ اِخْتَلَفُوا وَلَوْ شَاءَ we have four seconds مَدُّ الْمُتَصِل now the hamsa is light then we turn to the heaviness of لَفْضُ الْجَلَالَ اللَّهُ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ the qawaf is heavy and قَلْقَلَ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ two seconds إِقْلَاب مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ وِذْ مِنْ إِدْغَامٌ شَفَوِي مِنْ بَعْدِ إِقْلَاب again two seconds مَا جَاءَتْهُمْ four seconds مَدٌ مُتَّصِل جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُ وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُ the khawaf here is heavy but the lowest level of heaviness okay now I stopped here now I gonna go back and start from وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُ for the meaning then وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَثَرُ فَمِنْهُمَّ مِيمُ وِذْمِيمُ إِدْغَامٌ شَفَوِي two seconds مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمَّ مِيمُ وِذْمِيمُ إِدْغَامٌ شَفَوِي two seconds مَنْكَ two seconds إِخْفَاءُ كَثَرُ دَرَاهِيرُ is heavy then وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُ وَلَاكِنْ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ so وَلَوْ شَاءَ four seconds مَدُّ الْمُتَّصِلُ اللَّهُ دَا لَفْظُ الْجَلَالَ is heavy مَا قَا دَقَافِ إِذْ قَلْقَلَ and heavy مَا قَا تَتَلُ وَلَاكِنَّ two seconds حَفْظُنا مشَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ لَفْظُ الْجَلَالَ is heavy the high is light يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ قَلْقَلَ in the تَال next ayah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبَلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ now يَا أَيُّهَا four seconds مَدُّ مُنْفَصِل أيها الَّذِينَ آمَنُوا four seconds مَدُّ مُنْفَصِل أنْفِقُوا two seconds إخفاء and the cough is heavy مِمَّا two seconds حَرْقُنَا مشَدَّد رَزَقْنَاكُم the raw is heavy the zai is light cough is heavy and it has قَلْقَلَ نُون is light and the rest of the letters are light you can stop here and start from مِنْ قَبَلِ أَيَّأْتِي يَوْمٌ it's fine okay but I connected it you know because it gives more meaning the meaning will be better okay then if you connect رَزَقْنَاكُم مِيمُ with مِيم إِدْغَامٌ شَفَوِي مِنْ قَبَلِ إِخْفَاء and here the sound of the إِخْفَاء is heavy because of the heaviness of the قَاف مِنْ قَبَلِ أَيَّ إِدْغَامٌ بِغُنَّة two seconds أَيَّأْتِي يَوْمٌ we have إِدْغَامٌ without غُنَّة بَيْعٌ فيه we have two seconds إِخْفَاء وَلَا خُلَّ دَخْرَاءِ is heavy خُلَّة two seconds إِدْغَامٌ بِغُنَّة وَلَا شَفَاعَ هَمْس in the heart then وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ دَرَاء is heavy هُمُ الظَّالِمُونَ وَالِفُ أَلِفُ أَلْحِلِ okay next now this is you know آيَةُ الْكُرْسِ آيَةُ الْكُرْسِ you know very important آية that we read every morning and evening so I hope you pay attention to it inshaAllah اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ أَلَّهُ so the Hamza here is light okay and then لَفْضُ الْجَلَالَ is heavy every time when we start with لَفْضُ الْجَلَالَ okay the Hamza will appear أَ 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 أَل أَل and لَفْضُ الْجَلَالَ will be heavy the Hamza will be light and لَفْضُ الْجَلَالَ will be heavy we don't say أَل أَ 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 أَلَّهُ we don't say that okay the right thing to say أَ أَلَّهُ أَلَّهُ okay then لَا إِ we have four seconds مَدُّن مُنفَسِل لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ وَالْحَيُّ الْقَيُّومِ the Qaf is heavy then لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمِ لَا تَأْخُذُ خُذُ خُذُ so the Ha is heavy ذال make you know sure you pronounce it right don't say لَا تَأْخُذُ or لَا تَأْخُذُ it is ذال okay سِنَةُ we have two seconds or harakas إِدْغَامٌ بِغُنَّةُ وَلَا نَوْمُ then لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ now لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَأَرْضِ light أَرْضِ هِذِ ذَرَا أَرْض أَرْض إِدْء this is the ضَاد okay next مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ مَنْ دَ two seconds إِخْفَاءُ مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ يَشْفَعُ عِي يَشْفَعُ عِي عُو عِي so you know pay attention to the عَيْن in the the first word and then the second عَيْن in the second word عِنْدَهُ we have two seconds إِخْفَاءُ عِنْدَهُ we have four seconds مَدْ صِلَة كُبْرَى بِإِذْنِهُ حَمْ سِنْدَهَا next يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ خَا خَلْفَهُمْ the خَا is heavy okay and then لَامْ فَاهَمِيمْ or light then وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّي two seconds إضْغَامٌ بِغُنَّ مِّنْ عِلْمِهِ إِيهِ four seconds مَدْ صِلَة كُبْرَةٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ four seconds مَدْ مُتَّصِبُ then وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُهُ دَرَى is heavy السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَمْزَى is light رَا ضَاد أَرْحِبِ وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا حَمْزَ لَفَا رَا is heavy حِفْظُهُمَا now notice if you want to connect you know this part with the part before you you need to make sure you put فَتْحَ أُنْدَ ضَاد not كَسْرَ like this وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا some people you know mistakenly say وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا okay so it is فَتْحَ not كَسْرَ then وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عَظِيمُ the ra is heavy تَفْخِيمُ النِّسْبِ okay the last ayah on this page لَا إِكْ رَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْءِ لَا إِكْ four seconds مَدٌ مُنْفَصِل إِكْ هَمْسِ in the cap رَاهَ the ra and the alif are heavy هَا is light فِي الدِّينِ then قَدْ تَبَيَّنَ قَدْ تَبَيَّنَ دَال is merged in the ta so we pronounce it as a ta okay قَدْ تَ قَدْ تَ with of course with شَدَّ قَدْ تَقَافِ is heavy تَبَيَّنَ الرُّشْ the ra is heavy شين has to fashi رُشْدُ مِنَ الْغَيْءِ غَيْءِ the rain is heavy now دَيَّا has شَدَّ so when you pronounce it don't say مِنَ الْغَيْءِ okay you pronounce you know the ya but where is the شَدَّ right so قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْءِ غَيْءِ هَا اَيْءِ so this is the شَدَّ next فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُثْقَا لَنْ فِي صَامَ لَهَا فَمَنْ يَ we have two seconds إِدْغَامٌ بِغُنَّ يَكَافِ يَكْهَمْس يَكْفُرْ رَا is heavy بِالْطَا the ta and the alif and the rain are heavy بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِي إِقْلَابْ two seconds بِاللَّهِ لَفْضُ الْجَلَالَ is light فَقَدِي the qaf is heavy فَقَدِي هَمْسِنْ دَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ذَرَاءَ is heavy بِالْعُرْوَةِ الْوثْ وُثْقَ now some people say بِالْعُرْوَةِ الْوثْ وِي وِي so basically they they pronounce the wao as if it has كَسْرَة وِي with like they start with ضَمَّة and then it goes to كَسْرَة and this is what this is wrong so you need to make sure it is all the way ضَمَّة until you turn to the ثَ okay so بِالْعُرْوَةِ الْوثْقَ okay ثَ has هَمْسْقَاف and the alif are heavy لَنْفِ we have two seconds اخْفَ then the صَعَد and the alif are heavy فِي صَامَ لَهَا then وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ wow is light lafzul jalala is heavy سَمِيعٌ عَلِيمٌ now let me read the page تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كثر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم may Allah سبحانه وتعالى reward you and may Allah سبحانه وتعالى grant all of you inshaAllah the highest level of Jannah اللهم أمين may Allah سبحانه وتعالى accept please don't make me I'm sorry don't forget me in your dua رزاكم الله خيرا and see you inshaAllah in the next video والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته and see you inshaAllah and see you inshaAllah